اشتركوا في القناة من السكريات التي تجعلها شهية وحلوة المذاق وفاكهة الكوكا ليست منتشرة كثيرا بين الناس في الوطن العربية ولذلك في هذا الفيديو سوف نقدم لكم أهم الفوضى الصحية العظيمة لتناول الكوكا وبعض الأضرور الصحية لتناول الكوكا القيمة الغذائية لفاكهة الكوكا قبل أن نذكر لكم فويدوا الكوكا إليكم قيمةها الغذائية وتحتوي الكوكا على العنصر الغذائية المهمة للجسم مثل الفيتامينات ألف وفيتامين جيم وفيتامين هاء كما تحتوي عن نسبة عالية من المعدن مثل الحديد والكاليسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم وتحتوي عن نسبة قليلة جدا من الصوديوم إلى جانب هذا فهي تحتوي على مواد مضادة إلى أكسادة وتحمي من الإصابات بالأمراض كما أن الكوكا تحتوي عن نسبة عالية من السكريات القيمة الغذائية هو النسبة السعرات الحارية 126 سعرات حارية فيتامين جيم 66 ميلي جرام الحديد 2.5 ميلي جرام البوتاسيوم 310 ميلي جرام الكاليسيوم 27 ميلي جرام الصديم 1 ميلي جرام البروتينات 0.8 جرام السكريات 34 جرام متابعين الكرام لا تعد هذه المعلومات مرجعا طبييا وفي حالة القلق منها يجب عليكم استشارة الطبيبة وهذا لاستخدام أكثر أمين ومن أهم الفواد الصحية العظيمة لتنوي الكوكا ما يليه الكوكا والحماية من أمراض الجهاز التنفسية وتحتوي فاكهة الكوكا على نسبة عالية من فيتامين سي الذي يحمي من الإصابة بالعدوى الفطرية ويحافظ على صحة الجهاز التنفسية لذا من فواد فاكهة الكوكا أنها تنويلها يحمي من الإصابة بنزلات البردة والإنفلونزا والتهاب الحلقة في فصل الشتاء فاويد الكوكا في تقوية الجهاز المناعي فاويد فاكهة الكوكا تشمل أيضا أنها تحتوي على مواد مضادة إلى أكسادة وهي تساعد على زيارة كريات الدم البيضاء في جسم الإنسان مما يقوي الجهاز المناعي في الجسم ويحمي من الإصابات بالبكتيريا والالتهابات الوقاية من السرطان من فاويد فاكهة الكوكا أيضا أن الكمية العالية الموجودة بها من البروتينات يساعد على علاج الأنسجة التالفة في الجسم الناتج عن العلاج الكيميائي لمريض السرطان لأن البروتينات يزيد من نسبة كريات الدم الحمراء في الجسم ويساعد على تدفق الدم إلى الخلية مما يساعد على زيارة خيوط الكولاجين بها فاويد فاكهة الكوكا في تقوية العظام وتحتوي فاكهة الكوكا على نسبة عالية من الكاليسيوم المفيدة في تقوية العظام والوقاية من الإصابات بها شاشة العظام فيما بعد توازن ضغط الدم وتحتوي الكوكا على نسبة عالية من البوتاسيوم المفيدة في توازن ضغط الدم كما يوجد بها نسبة منخفضة من الصوديوم تمنع الإصابة بفرط البوتاسيوم والصوديوم في الدم الكوكا والحماية من أمراض القلب من فاويد فاكهة الكوكا أنها لا تحتوي على نسبة عالية من الكوريسترول لهذا فهي من الفاكهة التي تساعد على زيرة نسبة الكوريسترول النافع في الدم وتقلل من الكوريسترول الضار ويساعد هذا على الوقاية من أمراض القلب فاويد الكوكا في علاج أمراض الجهاز الهضمية وتحتوي فاكهة الكوكا على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على حماية الجهاز الهضمية من الإصابات بأمراض الإمساكة أو الإسهيل والأمراض التي تصيب الجهاز الهضمية مثل عصر الهضمة فاكهة الكوكا والطوقة وتحتوي فاكهة الكوكا على نسبة عليهم من السكريات التي تساعد على زيرة الطوقة في الجسم وهذا بجانب أنها تساعد على رفع عملية رئيضة مما يمنع خطر الإصابة بالإجهاد والإرهوقة البدنية فاكهة الكوكا وعلاج الكاداميت وتساعد هذه الفاكهة الرئعة لعلاج الجلد المتصدع بسبب الكاداميت فويد فاكهة الكوكا للرجيم وتحتوي الكوكا على نسبة عليهم من الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية التنثير الغذائية في الجسم مما يرفع معدلات الإضافة في الجسم ويؤدي هذا إلى حرق الدهون المتراكمة في الجسم ويحمي من ثبات الوزنة أثناء الرجيم الألياف الغذائية الموجودة بهذه الفاكهة تساعد على الشبع وسد الشهية لا تحتوي على نسبة تذكر من الصد ومما يجعلها تحمي من اختزام الجسم للماء والملح وتساعد على رفع معدلات السكر في الدم لهذا فهي تمد الشخص بالطاقة عند اتباع الحمية وتحتوي الكوكا على نسبة مائة وخمسة وعشرون سعرة حارية لكل مائة جروم من الفاكهة ويعني هذا أنها فاكهة مناسبة لإنقاص الوزن وهذا لأن الشخص يحتاج من 1500 إلى 2500 سعرة حارية يوميا فويد فاكهة الكوكا الصحية لصحة الحامل الفواكه عموم معبئة بالعمصر الغذائية الأساسية وملئة بالألياف والمعيدن والفيتامينات وهي جزءا مهم من أي نظام غذائي صحية ويجب أن تكون وفيرة بشكل خاص في مطبخك عندما تكونين حاملا وتنوي الفواكه مثل فاكهة الكوكا أثناء الحملة سوف يزود طفلك بالفيتامينات والمعيدن اللازمة للنمو مع الحفاظ على صحتك أيضا إن فاكهة الكوكا غنية بالعنصر الغذائية المختلفة والمعيدن والفيتامينات الهمة لصحة الحامل حيث تشمل فويدها الكوكا ما يلي الكوكا تحسن الرؤية وصحة العين وتحسن الكوكا عملية الهضمة وتعزي صحة الجهاز المناعية وتخفض الكوكا الكورسترول في الدم فويدها الكوكا لصحة البشرة الكوكا غنية بعدد من الفيتامينات وعلى وجهه التحديد فيتامين اي والبيتا كاروتين واللوتين والليكوبين والكريبتوزانثين وهذه الفيتامينات تعمل كمضادات الأكسادة في الجسم للحد من الإجهد التأكسدية ومنع علامات الشيخوخة المبكرة مثل المشاكل المتعلقة بالبشرة مثل التجايدة وبقع الجلد كما أنها تساعد في منع مرض الزهيمر والتعب وفقدان الرؤية وضعف العضلات وعدد من مشاكل الشيخوخة الأخرى فويد تناول الكوكا للصحة الجنسية من المعروف أن صحة القلب والدورة الدموية عوام الهام لتعزيز الأداء الجنسية وخاصة عند الرجال وتحتوي فاكهة الكوكا على مضادات أكسادة الفلافونويد والتانيناتا التي تفيد صحة القلب عن طريق خفض ضغط الدم وخفض الالتهابات وخفض مستويات الكورسترول وأيضا تحتوي فاكهة الكوكا على النحاسة المهمة لتكوين خلايا دم من حمراء جديدة وبدون أن النحاسة لا يمكن امتصاص المواد الغذائية التي تسمع بتكوينه مغليبين جديدة لذلك ففاكهة الكوكا مهمة لتعزيز صحة الدورة الدموية فما هي أضرار تناول فاكهة الكوكا؟ على الرغم من فويد فاكهة الكوكا العديدة إلا أن لها بعض الأضرار إن فاكهة الكوكا بشكل عام آمن تماما ولم تثبت لها أضرار جسيمة بالمعنى المفهوم ولكن قد يسبب تناول كمية كبيرة من الكوكا بعض الأثور والأضرار الجانبية وهي تتمثل فيها التالي فويد فاكهة الكوكا عديدة ولكن تناول كمية كبيرة من فاكهة الكوكا قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكرية وهذا لأنها تحتوي عن نسبة علي من السكريات ولهذا السبب ممنوع تناولها لمرض السكرية قد تسبب الكوكا التسمم الغذائية إذ تم تخزينها لأنها فاكهة سريعة الفساد إن كثر التناول الكوكا قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم بشكل ملحوظ إذا كنت على وشك جراء جروح من الأفضل أن تتناول الكوكا قبل الجروح بمدة أسبوعين لأن بعض الجراحين خلقين من تناول المريض لها قبل الجروح مباشرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة